الرئيس السيسي يكرم اللاعبين واللعبات والمدربين المحققين لميداليات بدورة الألعاب البرالنبية توكيو 2020 رئيس والوزراء يلتقي وفدا من كبار أعضاء الرابطة الأفريقية لمصنع السيارات ووزير المالية يعلن والإطلاق التجريبي لمنظومة الإيصال الإلكترونية موجز الأهم وآخر للأنباء مشاهدين الكرام أهلا بكم يكرم كرام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بقصر الاتحادية لعبين واللعبات والمدربين الذين حققوا ميداليات في دورة الألعاب البرالنبية توكيو 2020 هذا وقد صرح بذلك السفير بسامراضي المتحدث باسم رئيسة الجمهورية عقد رئيسه الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اجتماعا مع وفد من كبار أعضاء الرابطة الأفريقية لمصنع السيارات وأكد رئيسه الوزراء بأن الحكومة قد قطعت شوطا كبيرا في مسار دعم صناعة السيارات مشيرا إلى أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي وإقرار الحافز النقدي للسيارات الكهربائية وكذا إطلاق البرنامج التحفيزي لرد أعباء صادرات السيارات كما أكد مدبولي أن الخطوات التي اتخذتها مصر لدعم صناعة السيارات تأتي في أطار خطة الحكومة لتجعل من مصر مركزا إقليميا واعدا للتصدير إلى السوق العالمية خاصة الدول الأفريقية أكدت وزيرة الصحة دكتور هلزايد بأن مصر وألمانيا تربطهما علاقات قوية مشيرة بذلك إلى استقبال 2012 و13 مليون جرع من لقاح كورونا من استرازينيكا كهدية من ألمانيا جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزيرة اليوم مع السفير الألماني لدى القاهرة كما أكدت وزيرة الصحة أن اللقاح كورونا المصري تم اعتماده للسفر في 12 دولة أوروبية مشيرة إلى أنه سيتم التشاور حول توفير اللقاح كورونا الألماني الخاص بشركة فايزر بايوتيكا لتوفيره في مصر وأوضحت وزيرة الصحة أنه تم مد مبادرة مع النطمئن سجل الآن لمدة شهر مشيرة إلى أن المبادرة تهدف إلى تشجيع المواطنين لتلقي لقاحة فيروس كورونا أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس عن خروج 507 من المتعافين من فيروس كورونا من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين بذلك من الفيروس إلى 251 ألفا وتسعمائة واثنين وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 692 حالة إيجابية جديدة لافتة إلى وفاة 27 حالة جديدة تنظم وزارة التنمية المحلية لأسبوع القادم دورة تدريبية لأعداد متدربين متخصصين في مجال حقوق الإنسان وذلك بمركز التنمية المحلية بسقارة ويستفيد من هذه الدورة 27 متدربا من جميع المحافظات يأتي ذلك في ضوء يطلق الرئيس السيسي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في مصر بالتكامل مع المسار التنموي القوي لمصر ترسيخا لمبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة وتحقيقا لأهداف رؤية مصر 2030 بحث الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرأي مع عضاء اللجنة العلمية الأسبوع القاهرة للمياه آخر الترتباط الخاصة بعقد المؤتمر الجدير بالذكرى أنه من المقرر عقد أسبوع القاهرة الرابع للمياه خلال الفترة من 24 وحتى 28 من أكتوبر القادم تحت رعاية الرئيس السيسي تحت عنوان المياه والسكان والتغيرات العالمية التحديات والفرص اتفق وزير الخارجية سامح شوكري ووزير الخارجية الأمريكية أنتوني بوينكين على أهمية العمل على الإعداد الجيد لعقد الجولة القادمة للحوار الاستراتيجي بين البلدين في المستقبل القريب جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزيران أمس على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وتضمن اللقاء مناقشة أبرز الأوجه السياسية والأمنية والاقتصادية بالعلاقات الثنائية في إطار ما يجمعه كلا من النصر والولايات المتحدة من علاقات تاريخية وطيدة وشراكة استراتيجية وثيقة وبما يحقق على أهداف والمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيت عن الإطلاق التجريبي لمنظومة الإصال الإلكتروني الذي يبدأ وتنفيذ الفعلي له في أماكن البيع للمستهلكين خلال ستة أشهر ونصف مؤكدا أننا ماضون بقوة في تنفيذ التكليف الرئاسي بتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة وضغط الجدول الزمني للانتهاء من المشروع القومي لتحديث وميكانة منظومتي الضرائب والجمارك في مارس من العام 2022 ختما كان هذا مجازن الإخباري لهذه الساعة دمتم بخير إلى اللقاء اشتركوا في القناة